اشتركوا في القناة ومن في حكمهم وادارة اموالهم وتوظيفها في اطار استثماري يحقق افضل العوائد الممكنة لهم ادارة وشؤون اموال القاصرين تم انشاؤها لتنضوية تحت مظلة وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف لتصبح احدى الادارات المحورية في الوزارة التي تختص بادارة اموال القاصرين بحفظ وتنمية اموالهم ومن في حكمهم بدأنا في وزارة العدل وسنواصل في مشروعات التعاون مع القطاع الخاص للتوسع في المشروعات الاستثمارية التي تسهم في زيادة الارباح لصالح القصر بما يلبي احتياجاتهم لتيسير شؤونهم الحياتية والاستجابة لمتطلباتهم المستقبلية نحرص على تنويع المحفظة الاستثمارية على المجالات المتاحة للاستثمار بشكل يقلل من مخاطر تمركز الاستثمار في مجال معين دون غيره ادارة شؤونهم مال قصير من الادارات الاولى في تقديم طلبات عبر المنصة الالكترونية تقريبا من 2016 طبعا كل التركات تستطيع ان تقدم طلباتها سواء المالية او المعاملات الاخرى عن طريج المنصة الالكترونية يقدمها عن طريج الطلب سواء كان مالي او غير مالي تتيح هذه الخدمة انك تتضع على كشف الحساب بالتركة وممكن تطبع الكشف هذه في اي وقت كما توفر الخدمة ان يكون فيه دليل موجود في المنصة تقدر تشوف الطلب مالك تقدر انك تأخذ الاوراق المطلوبة وتسوي لها اسكان وتحطها على المنصة الالكترونية رؤية ورسالة وطنية واضحة تتبناها ادارة اموال القاصرين التي تعمل تحت مظلة وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف فاذا اردت الاستفادة من خدماتها الالكترونيا ما عليك سوى الدخول الى بوابة الحكومة الالكترونية ومن ثم البدء بالنقر على خدمات هذه الادارة ادارة اموال القاصرين اخيثم ما هي الخطوات السهلة التي تتيح لكل مراجع الاستفادة من خدمات ادارة اموال القاصرين طبعا الولوج عبر دخول المستفيد من التركات عبر بوابة الحكومة الالكترونية عليها يجب ان يكون عنده مفتاح الالكتروني متقدم بكي يتمكن من استفادة من هذه الخدمة عبر تقديم الطلبات او عرض كاش في الحساب او متابعة الطلبات المقدمة وممكن يستدل في دليل المستندات المطلوبة تقديم الطلبات راح يكون جدا عملية سهلة راح تساعدها على ملء بيانات بسيطة ومنها رفع بعض الصور من المستندات بطريقة بسيطة جدا مبسطة ومتابعة الطلبات لا يمكن متابعة الطلبات واي احد يرغب في التعلم الخدمة او الاستفادة من الخدمة او شرح الخدمة بمكان الاتصال على خطوطنا الساخنة ان شاء الله ورح نفيدها في جميع المعلومات ان التطوير المستمرة لادارة اموال القاصرين يعتبر هدفا محوريا ورئيسيا ضمن استراتيجية وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقف لتلفزيون البحرين محمد رشدت